وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم ضيفي بالستوديو هو دي جي وأيضاً أحد منظمي فاستيفل ميدل بيست بالسعودية وهو موجود معنا بالستوديو لحتى يحكي لنا أكثر عن هالمهرجان أحمد كيف عك? يا هلو مرحبا أهلا سهلا فيك شكرا لك أحمد أنت دي جي وأيضاً من الأشخاص يلي نظموا ميدل بيست ميدل بيست خليني يبلش معك شو هو؟ ميدل بيست أول شيء هو براند ميدل بيست لايف ستايل براند فكرته تطوير الإنتاج الموسيقي للسعودية وللعالم كمان فكرته الترفيه يعني بشكل كبير يعني وعلى خمس مسارح وكان في مسرح هنا ومسرح هنا زيادات كان لها طبعها الخاص كان منها أحلى ثلاثة أيام قضيتها في حياتي ومش بس أنت بحياتك يعني بحس أنه من أحلى ثلاثة أيام كل الشعب السعودي أي أحد جاء لميدل بيست بصراحة مبسط ويعني ما وقفوا كلامهم طيب من وين إجت الفكرة؟ يعني أول مرة سعودية بتشهد مهرجان بها الضخامة ومهرجان قدر أنه يجذب أسامي كبيرة من كل أنحاء العالم من وين إجت الفكرة؟ الفكرة جت مع التطويرات اللي صارت معنا على الترفيه وشفنا أنه في شريحة كبيرة من المجتمع تحب تسافر وتحب تشوف يعني مختلفة نواع الديجيز سواء كانوا في أوروبا في لبنان في الخليج هذا شيء يعني صار جزء من حياتنا جزء من يعني اختياراتنا للسفر فاللي حسنا أنه حابين نسوي هذا الشيء عندنا في البلد حابين نسوي شيء كبير وشيء يغير مفهوم الترفيه لنا طيب أحمد لما بدأت أو طلعتوا به هاي الفكرة قديش أخذكم من الوقت لوصلتوا عن جدل خلص لثري دي أكشن؟ بدأنا التفكير والدراسة والتنظيم والتصميم وحتى تسمية المهرجان في جولاي شهر سبعة هذه السنة من بين بداياتنا إلى يوم الحفل كان خمسة شهور واو يعني بس كمان أنه فترة بنينا مدينة في خمسة شهور فترة كثيرة يعني فترة حتى البناء ما بدأ إلا شهرين قبل الحفل طيب هل كان سهل عليكم أنه تلاقوا فريق العمل داخل السعودية يلي كان فاهم الفكرة والفجن وكيف أنتوا متخيلين بتكونوا تطبقوا هذا الفاستيفل؟ الثقافة موجودة عندنا اي أنا واحد من مئات الديجيز في السعودية مصبوط صح والعمل هذا يعني موجود وموجود بكثرة وموجود بكثافة وعلى أنواع الموسيقى ومختلف الأذواق وككولتشة كثقافة موجود الموضوع عندنا من سنين يعني ما حسيته أبدا أنه كان في استغراب من الناس أنه أف عندنا في السعودية أنه يعني فيه ناس استغربت وفيه ناس لا بني وبينك كل الناس استغربت لأنه يعني كل الناس استغربت يعني حدث مرة كبيرة صح على هذا الحجم يعني ما قد صار قبل كذا لكن الحلو في الموضوع أنه نحن مهدنا له كان في كذا حفل مثلا الفورميلة إي اللي صار فتحت لنا هذا الباب أنه حسنا فيه قبول وفيه وفيه يعني فضول وحتى قبل الميدل بيست تعدت أرتست وفنانين عالميين نعم زاروا السعودية وكان عندهم حفلات ولاقت هيك رواج كبير يعني أكيد لأنه نحن زي كل الناس زي كل العالم أذوقنا تختلف في الموسيقى ونا نحن أكثر من الناس فالتي عجبني في الموضوع أن الناس أخذت الموضوع كأنهم يحتفلوا كل يوم وكانوا جداً طبيعيين وكانوا جداً مبسوطين وإلى الآن يسألوننا ماته الحفلة الجاي فاعم لا أوقفنا كلام سألتك ماته الحفلة الجاي بس دعني أتحدث عن أصدقائي الأشخاص الذين أحضروا إلى التعامل كيف كانت التعامل معهم؟ هل كانوا صدمة في البداية؟ بناءً على ما تم اختيار هذا الفنان أو هذا الفنان غير عن هذا الفنان؟ هل عملتوا سيرفيز؟ هل رأيتوا الناس في السعودية؟ هل من يريدون أن يأتي إلى السعودية؟ اختيارنا كان باستخدام الإبداع لأننا كان لدينا خمس مسارح وكل مسرح لديه طابعه الخاصة الموسيقي فشفنا لكل طابع من البارزين عالمياً ومن البارزين في المملكة والمنطقة فاخترنا لكل مسرح الديجي الذي يلاء من المسرح فمثلاً فور بيك بيست اخترنا مارتن جيريكس، ماركو كارولا، تيستو، بلاك كوفي فهذه الآن هم الأسامل على ألسان كل الناس بالنسبة لهذه الموسيقى وخاصة في الـ EDM وكان لنا ستاجز اللي هي الـ Underground Beast 1، Underground Beast 2 كان لدينا ستاجز اسمه Down Beast اللي هو الموسيقى للشيل اوت أكثر، لللايف بانز، للفوكاليست وكان عندنا مسرح خاص فينا اللي هو ساودي بيست ساودي بيست كان مفاجأة حلوة لأنه ما فضي، ولا لحظة لكل ثلاثة أيام واللي عجبني أنه الناس جت لنا، جت تشوفنا وجت تسمعنا فكديجي سعودي هذا الشيء كثير يعني أسعدني وأسعد كل أصحابي الديجيز اللي طيب، خلينا نحكي عن الديجيز السعوديين في مئات الديجيز السعوديين وهذا يمكن نوع من الفن من زمان موجود بالسعودية بس it was underground يعني ما كنا نسمع كثير بديجي سعودي اليوم كيف بتوصف هاي المهنية أو هذا النوع من الفن بالسعودية وقديش باعتقادك أخذوا وقت لحتى خلينا نقول هيكي بنى أساس قوي بالسعودية وبالوطن العربي الأساس موجود من أول الأساس هو في الذوق في الإبداع يعني الديجيز اللي عندنا ما شاء الله سبكترم واسع يعني عندنا كل أنواع الموسيقى وتخدم كل الأذواق وبدي نوه كمان هوني أنه لما نقول الديجيز سعوديين مش بس عم نقول أنه هني رجال بس في عدة بنات سعوديات ديجيز الديجيز يأخذين روازه كبير وأنا يعني بسمع لهم لا أكيد في عندنا في عندنا هاتون وكوزميكات وكثير يعني الحلو في الموضوع أنه عندنا المخضرمين الكبار اللي صار لهم 2 ديجيز مثلا شغالين صح مثلا أنمار إبز هاني بنجري اللي هو الفويغو ديش داش يعني صار لهم فوق العشر سنين شغالين فينيل مود اللي هو مهند نصار وفيه مننا اللي يجداد وتعلموها بسرعة وبدأوا يبدعوا بسرعة لأنه الأكسس اختلف عن أول أنا على وقتي مثلا كنت أسافر عشان أشتري استواناتي قبل ما سلنا نحن نسخة موسيقى على الإنترنت يعني وضعنا تغير والإكسبوجر تغير يعني بسبب تكنولوجيا بسبب تلك الأساس اللي حلو في الموضوع أنه أنت سألتني الأساس الأساس موجود لأنه نحن كناس نحب الموسيقى نحب الإقاع الموسيقى السعودية أصلا كلها طبول وإقاع ورقص وناسا يعني الترانزيشن كان سهل كان جدا سهل وكان حلو أن نحن نشوف هذا الشيء بعد ما نحن بنائنا وسوينا وخططنا ونفذنا وصممنا آخر شي نشوف السعادة هذه المنفجرة يعني كان كان جدا ممتقى أنا شايفتها بعيونك أصلا لا لا أنا لسا لسا مبسوط لما خلصنا لسا طيب أوكي حكيت لي عن مسرح ساودي بيست موسيقى 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 كان ساودي بيست هو المنبر لأنهم كمان ينشروا ويفرجوا قديش باعتقادك أنه مدل بيست كان نقطة تحول بحياة أو بخلينا نقول مهنة هذول الارتست نحن كديجي السعوديين كان دائما عندنا زي ما قولوا مهنتين مهنة النهار ومهنة الموسيقى موسيقى والموسيقى كانت هوس وشغف أكثر من شيء ثاني يعني وبالنسبة لنا يعني كل ديجي له المجتمع حقه بس اللي كان صاير أنه المجتمعات هذه كانت مقفلة عن بعض يعني من فصلي نعرف بعض بالأسامي بالسوشال ميديا بالموسيقى وكذا اللي صار مدل بيست جمع كل المجتمعات الصغيرة هذه وصلنا مجتمع واحد كبير الاؤديونس كبر حتى بالنسبة لنا الفولوورز كثروا الناس اللي تسأل عننا مثل حفلة الجاية مثل هنشوفك يعني صراحة تغير تغير الوضع وبكرة منصر نشوفهم أكيد أكيد كانوا مجتمعات كانوا مجتمعات في الاندرغان بيست وانا بيست والبيك بيست يعني اللي سونا وحطينا أو شبكنا الموسيقى الملائمة مع بعض يعني مثلا في بعض الديجيز يلعبوا موسيقى اسمها ديب هاوس في سعودين يلعبوا ديب هاوس فحطيناهم على نفس الليناب فالحلو كان أنه كلما رحتي على واحدة من المسارح الموسيقى اختلفت عن الثاني فلكي الخيار أنك تسمعي كذا أو تسمعي كذا أو كان شيء جدا ممتع وركضة طيب أختلفت عن الثاني ومناطق جديدة وكل سنة سيكون عندنا في الرياض لكن النية أنه تشوفونا في كل مكان إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وأكيد طبعا نطرين مدل بيست مدل بيست ليس لديكم في السعودية أهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر